عايزين نقول إن الخوف من المجتمع والسلبية والاتهام اللي قد يقع في بعض الأحيان على من يتعرض للتحرش مش المتحرش ده بيخلي ناس كتير جدا تبقى قلقانة وخايفة الأهالي قبل الولاد يعني الولاد بيبقوا لسه على فطرتهم فبيبقوش شايفين إنهم غلط إنهم يقولوا ولكن الأهالي هم اللي بيبقوا عندهم حسابة تانية هو الكلام للأهالي يكون قبل مش أستنى لما يحصل أو يكون في حاجة زي كده يا رب اللهم أمين فالأهالي لازم تبدأ مع ولادها إنها تصاحبهم قوي بحيث إنها تقدر أصلا تفتح معهم موضوع زي ده كتير من الأمهات والأبايا ولكن يعني هقول لطفل زي ده الكلام ده إزاي هفاهمه يعني أقوله إيه لا يقوله هو ممكن يتقاله إيه لأنه عمره يعني هيقض الثقافة دي منه صحيح فيقوله مثلا ممكن تتعرض لحاجة زي كده إن حد يجي يقولك تعال يا حبيبي يقعد على رجلي بشكل معين مش أي قعدة تعال يا حبيبي يخد هدية من غير معنى تعال يا حبيبي في حتة بعيدة فلازم أفهم ابني الكلام اللي ممكن يتقاله أحذره الوقاية خيره من العلالك سواء اللي هياخده ده هيعمل فيه حاجة أو لأ يعني أنا بعمل قبل بحذره من الأقارب قبل الغرب لأن أوقات الضربة بتيجي من أقرب حد ممكن أنت تكون مش متخيله عمرك بييجي على بالك فأنا بحذر الكل بلاش الكلام المعصول قوي اللي ممكن يضرني والشكل من بره بمبوني فخلي بالك ممكن يكون لو لمسك حاجة معينة في حتة محرمة أن حد يجي جنبها لأنا ولا غيري وجسدك جسدك ده ما حدش يلمسه سواء البنت أو الولد في السن ده فكرة أنه لأ ده دي حاجة مقدسة بالنسبة لي ما حدش يلمسه فالاستباحة أن أنا أعمل حاجات مثلا ألاعب ولادي بشكل معين أن أنا نفسي ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة زي كده أو أن أنا أقرب لمناطق معينة أفهمه حدود جسمه إيه اللي هي بتاعته هو لوحده ما حدش يملك أنه يلمسها إلا هو مش محتاجين نوصل لسن المراقب لا طبق أطفال يعني أمه هي بتعلم لسه أولادها بتغير لهم هدومهم بتهزرش بيه باللمس في أجساء مختلفة من جسمهم علشان ما يبقوش عارفين أنه ده فن وحاجة تضحك ونتضحك عليه لا بتتكلم بجد الموضوع صارم وبيبقى وشياح جد جدا علشان يبقى تبين لهم أن الموضوع صعب مش سهل وكمان الأمهات فاكرة أنه هو ما يبدأ ينزل للحضانة ممكن آه من سنه سغير بسه ما يبدأ يخرج من البيت لا ممكن يكون من جاري صحيح ابني نازل يجيب حاجة من الشارع بيلعب مع أصحابه على السلم حاجات من دي ممكن يكون من جار نازل حد من الديليفوري نازل حد من اللي جاي زيارة نازل طالع بيتعرض للكلام ده من قبل الحضانة فأنا بفهمه وانس إنه هو فهم وبدأ يخرج من إطار بيتي أو من إطار غرفتي بالضبط لأنه ممكن يكون ضيف عندي وأنا معرفش دكتورة سمر ناس كتير جدا لما بتيجي سيرة التحرش دماغها بتروح بس فكرة التحرش الجسدي اللي هي الملامسة يعني لكن التحرش لأنواع كتيرة جدا وحنا بحتاجين حضرتك حتى نوعي الأباء والأمهات إنه اللفظ التحرش اللفظي ده تحرش قد يكون أكثر عنفا من الجسدي التحرش النظرة كمان سواء من الرجل أو الإمرأة يعني من النحيتين أشكال هذا التحرش إزاي أواعي ولادي وبناتي مع بداية بقى دخولهم الحياة والمجتمع بأشكال التحرش وإنه ما تسكتش حتى على النظرة أو حتى على الإحاء بالكلام لأن الإحاء ده برضو نوع من أنواع التحرش مش بس فكرة التلامس الجسدي شوف هي في حاجتين الناس بتعملها فيه إن هي إيه؟ يا إما بتخاف يا إما بتتكسف نعم